على الرغم من الرفع الجزئي لحظر التجوال في نينوة الذي كان هدفه إرجاع الحياة إلى المحافظة بعد تأثر واقعها الاقتصادية إلا أن هذا الواقع لم يتغير كثيرا بسبب الحصار المالي الذي تعيشه فلم تكن السنوات التي عقبت استعادة المحافظة من تنظيم داعش كفيلة بإنهاء الإجراءات الأمنية لتفتح التداولات المالية والحوالات من وإلى المحافظة الجهات الأمنية يجب أن ترسل كتاب إلى وزارة المالية وإلى بنك المركزي بأن احتمار الآن موصل لا يوجد الحمد لله التنظيمات الإرهابية وأن المكاتب تعمل ضمن الضابط والتعليمات البنك المركزي لغرض رفع تلك الحضرة على المكاتب توقف المصارف وشركات الصرافة عن التعاملات المالية شلت الحركة التجارية في المدينة خصوصا بعد غلق المنافذ مع المحافظات القريبة التي كانت المتنفس المالي الوحيد لأهالي الموصل ومن المتوقع أن يزيد الأمر سوءا إن لم يتوفر استثناء أو إجراء مستعجلة مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد أربع ملايين نسمة شركة الصرافة لا يوجد واحدة بهذه المحافظة لا موجودة هذا الموجود بكل العالم لا موجود بالصومال لا يوجد هكذا إجراء نريد بس من الجهات المسؤولة تنظر لهذا الموضوع وظرف استثنائي الدول كلها مشت أمور الناس وساعدتهم ونحن على شيء الذي هو حقنا نحن كشركات صرافة ندفع الضرائب وندفع الرسوم ندفع كل المبالغ التي يريدها البنك المركزي المدينة من سيء إلى أسوأ من ناحية الاقتصادية والسبب هو العمود الفقري العمود الفقري اللي هو شركات الصرافة في هذه المدينة وما أحد ينظر لهذا الموضوع ورغم قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي نص على فتح عدد من شركات الصرافة في الموصل لتدارك أزمة الحوالات المالية في ظل حظر التجوال إلا أن البنك المركزي لم ينفذ القرار إلى الآن هو قرار مجلس الوزراء أنه تنفتح والبنك المركزي كانت إجابة لمجلس الوزراء أنه أنت موافقة لتسع صرافات أو شركات صرافة أن تنفتح لكن ما نفذ وعدة لمجلس الوزراء اللي نطلب من خلال هذه المنابر أنه يترجم قرار مجلس الوزراء على الأرض من قبل البنك المركزي وعد متكررة في فتح التعاملات المالية لم تثمر عن أي نتيجة إيجابية وعرقلة مجهولة المصدر ليكون التساؤل عن المستفيد من تعطيل التعاملات المالية الخاصة بأهالي نينوى وتفعيلها في المحافظات الأخرى أنسي الشرقي من الموصل قناة الرشيد الفضائية لم يتبقى لدينا سوى تذكير بالعناوين